السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وقاتكم بكل خير زي ما وعدناكم وعودناكم كل أسبوع حلقة مميزة وجديدة بمعلومات وأسرار الكثير مننا لا يعرفها واليوم وضع حلقتنا عن إنشاء الصور للبروفايل الخاص بك على السوشيل ميديا لأي حساب لك بمنصات التواصل الاجتماعي تيك توك أنستجرام فيسبوك تيليجرام تويتر واللي يختر على بالك ومو بس كده كمان تقدر تدمج صورتك الشخصية أو الشعر خاص بك وكمان بالاسم اللي تريده وكلها بأدوات مجانية وبمواقع وتطبيقات مجانية وما رح أطول أكثر من كده خليك معين لهذه الفيديو عشان نستفيد مع بعض ونقول بسم الله وبيلا بنا نبدأ حياكم الله أصدقائي أهلا وسهلا بكم في درس إنشاء صور السوشيل ميديا بطريقة مجانية وبطريقة سهلة وبسيطة أول خطوة طبعا أصدقائي نسجل دخولنا للموقع بينج أنا شرحته في الحلقة الماضية كيف نسوي عليه صور التايغروفي والموقع رهيب جدا صراحة فيه ميزات ما هي موجودة لا في مد يونري ولا في الموقع الثانية موقع بينج أنصحكم تتدربون عليه موقع مميز وقوي جدا أوش تسجل الدخول للموقع بينج أميج نعطي أوكي بعدين راح يفتح عندي مباشرة إذا كنت مسجل إنت قبل في هذا الموقع راح يطلع لك مباشرة حسابك في الموقع لازم يكون عندك حساب ميكروسوفت تقدر تسجل بهذا الموقع حتى تنشئ حساب قيميل بعدها تروح تسجل في ميكروسوفت بعدها تقدر تستخدم جميع آآ منتجات ميكروسوفت سواء أدوات الذكاء الصناعي أو آآ أدوات آآ بينج اللي أنشأتها ميكروسوفت أول خطوة راح نكتب البرومبت البرومبت هو أهم عنصر في الذكاء الصناعي البرومبت هذا راح يواجهك بكل أدوات الذكاء الصناعي الآن كل الذكاء الصناعي يعتمد على البرومبت إذا أنت كتبت برومبت صحيح وكود صحيح وإدخالات صحيحة راح يطلع لك نتائج صحيحة وقوية وذيذي اللي أنت عايزه إذا كتبت أنت برومبت خطأ وفيه مشاكل كود غلط ما في وصف دقيق أو وصف فاضح راح تكون عندك النتائج غير واضحة وغير دقيقة على حسب نوع البرومبت كل ما كان واضح وذو جودة تطلع عندك الصور بجودة والمدخلات والمخرجات تكون بجودة مميزة طبعا هو البرومبت طويل جدا أنا كتبته وجهازته وراح ترككم برابط الوصف عشان تستخدمون هذا هو البرومبت تمام حطيته هنا اللي هو create 3D animated إنشئ لي شخصية ثلاثية الععاب اللغة الإنجليزية طبعا لوجو يكون يوتيوب باسم طبعا مين اسم مشعل الهاجر واسمي تمام هنا يكون الاسم بين قوصين أو بين نقطتين اللي هي عشان يكون زي الكود هذه احدف هذه تمام يوزر نيم مشعل هاجر إذا اسمك أنت أي اسم تحط هنا اليوزر الخاص بك وتحط هنا السوشال ميديا تريد أنت تطلع فيها يعني يوتيوب انستجرام تكتب اسمها باللغة الإنجليزية والآن راح نجربها على السوشال ميديا حاليا راح نجرب اليوتيوب وبعدها نجرب على الباقي السوشال ميديا حطنا خلاص مباشرة الكود هذا تلاقونه في رابط وصف الحلقة في الفيديو اسفل نروح على الموقع مباشر نعطيه اوكي نلسق هنا كونترول بيت نعطيه انشاء راح نشوف ايش راح ينشئ لي صور تمام وايش النتائج اللي راح اشوفها الآن حاليا على موقع بينك لاحظ معاي هذه الصور اللي طلعت لي شوف شوف الجمال يعني ببساطة يعني الشيء ابسط بكثير مما توقع اذا تعلمت الذكاء اصطناعي راح تحص النتائج رهيبة لاحظ معاي الصورة الجميلة القوية شيء خرافي صراحة شوف اسمي موجود موجود على الصفحة مكتب يوتيوب وتحتها شوف الثانية شوف هذا اسمي موجود كل حاجة تمام طيب الآن انا انشأت اليوتيوب والامور كلها ماشى معاي ممتازة جدا جدا طبعا تقدر اذا شفت انت ما عجبتك الصور تقدر تقول له انشاءها من جديد تعيد الانشاء حتى تصل لنتائج اكثر احترافية لاحظ معاي النتائج كل ما انت عطيته انشاء راح يطلع لك نتائج غير موجودة لانه هو الان اصلا يتدرب على الاشياء اللي انت تعطيه اياها لاحظ معاي الصورة هنا مش على الهجر لاحظ معاي الدقة بالصورة كل حاجة زي الفل يعني صورة خرافية لنحفظ الصورة اصدقائي على سطح مكتب عشان ننتقل مرحلة ثانية المرحلة لازم تتركزون معاي شوية عشان اقدر احول صورتي الشخصية لصورة مكان صورة هذا الشخصية الموجودة الان حاليا هذه اهم خطوة في الدرس هذا احفظ الصورة هذه عجبتني والصورة هذه عجبتني نزلها عشان ايش بعدها نروح للمرحلة الثانية مرحلة تحويل صورتي لمكان الشخصية هذه هي اهم مرحلة لازم تتركزون معاي فيها شوف الصورة التي تعجبني منها واخذها واختارها المرحلة الثانية مثلا انا اكتب له بدل يوتيوب ارجع لورا هنا راح اكتب له بدل يوتيوب مثلا انستجرام اكتب له انستجرام اعطي اوكي الان راح يبلش ليعطاني صور او اشياء خاصة بمواسط انستجرام لاحظ معاي النتائج الجميلة اللي اعطانيها ثلاثية الابعاد باسلوب لا يخطر على بالي كمصمم جميل جدا مش عاد بس هنا في غلط تقدر تعدل طبعا اذا كنت انتموه بالفوتوشوب كنت تسيل الاس تحط جيم بعضها حين طلب لك نتائج يعني لكن غالب النتائج خرافي لاحظ مع النتائج هنا شي خيالي خيالي مش عاد كله تمام تمام الامر حتى الان يعني جميلة جدا اختار الصورة تعجبني مثلا الصورة هادي عجبتني احفظها والصورة هادي عجبتني احفظها عشان ابدل الصورة الشخصية احط مكانها صورتي بطريقة مجانية لازم تظلوا معي الاخر الفيديو عشان ايش بعدها نروح للمرحلة هي مرحلة تبديل الصورة تحط صورتك الشخصية او شعارك مكان صورة هذا الشخص طيب الان اروح اختار منصة وليكن فيسبوك او منصة تيك توك طيب الان اوكي راح نشوف النتائج الان على منصة تيك توك كيف راح يعطيني نتائج اه شوف الجمال ماشاء الله شوف الابداع يعني بدغط الزر واحدة تحصل على نتائج رائعة 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 يا سلام طيب اشعار تيك توك الاساسي لاحظ معي هنا لاحظ معي الجمال الجمال هذا الصورة يعني خيال 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 وابداع وهنا تمام يعني كل الصور زي العسل صور خيالية يعني وتروح تصمم زي هذا الصور يعني مستحيل هتطلع زي النتائج هذه خلال ثواني لذلك احنا اسسنا الادوات الذكاء الاصطناعي واجموعات الذكاء الاصطناعي عشان نتدرب كلنا مع بعض كيف نستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي ونستفيد منها الان نكتب فيسبوك اوكي فيسبوك اعطي اوكي الان يبدأ انشاء لي منصة فيسبوك ونشوف النتائج مع بعض كيف راح تكون يا سلام نتائج خرافية نتائج جميلة نتائج ابداعية نتائج يعني كمية الابداع فيها كبيرة حفظ الصورة يا سلام يا سلام عن نتائج يا سلام مش على الهجر ابداع 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 اوكي الان نعطي منصة مثلا اعطينا تلقرام اه الان اعطينا الشعار صحيح جميل جدا بل اسم اللي ابغى والافتار اللي ابغى جميل جدا جدا زي نظام تلقرام بضة بضة يا سلام شوف الابداع وهنا ابداع 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 خيال هذه الصورة عجبتني يعني كمية الواقعية اللي في الصورة والتصميم الواقعي يعني شي خيالي طيب نكتب له فقط اكس حرف كبير لان راح يفهم علي انه انا ابغى اكس بس اه يا سلام لاحظ معي الان اعطاني تويتر او اكس منصة اكس يعني شي لا يصدق لاحظ معي هنا كله جميل كله شي جميل يعني كل الصور اللي نشوفها مع بعض هنا احط لي جوال يعني اخترت الصورة واحدة جميلة الاجمل فيهم يعني عشان اقدر ابدل صورة الشخصية هنا وهنا صورة الشخصية يعني صورة الشعر الخاصة بي او صورة الشخصية بستبدلها مكان الصور اللي موجودة عندي بهذا المكان بستبدل صورة الشخصية مكان صورة الشب الجميل هذا عشان احصل شي ابداعي طيب الان اصدقائي ننتقل للمرحلة الثانية هي مرحلة تبديل صورة الشخصية الان انا حفظت الصور عندي كلها صور الانشاءنات مع بعض ما كلفتنا اقل من اربع دقائق طيب احتاج منكم تركيز الان للمرحلة الاهم هي مرحلة تبديل الصور يعني كيف بدت صورتي الشخصية مكان وضيف صورة الشخصية او صورة اي شخص مكان صورة الشخصية اللي ولدناها عن طريق موقع بينك الموضوع بسيط جدا لا يحتاج منك اي جهد ولا عبارة منك لسق ولا سق روح على موقع رميكر اي اي رميكر اي اي راح نتركه لكم يا في الوصف الحلقة في وصف الحلقة عشان تستفيدوا منه لانه هو الموقع الان يعطيك تجربة مجانية تقييبة لثالثين صورة او الخمسين صورة تستبدلها بشكل مجاني راح اسجل دخول تقريبا ثلاثين صور يعطيكها بشكل مجاني وهي كثيرة طبعا كل ايميل تقدر انت تستخدم في طرق كثيرة لانك تاخذ اي ايميل تسجلوا بهذا الموقع وتستخدموا هذا الموقع طبعا فيه عدة ادوات كثيرة وادوات مجانية تقدر استخدم في ذكاء اصطناع منها احنا يهمنا الشيء الاساسي بهذا الموقع وهو تبديل الصور عندنا ميزتين الميزة الاولى هي تبديل شخصية واحدة موجودة في الصورة الميزة الثانية هي موجودة الاكثر من شخصية يقرأ الشخصيات الموجودة لديك عدة صور او اكثر من صورة موجودة فيه اكثر من شخص موجود في الصورة فهو راح يقرأ كل الصور ويستبدل لك طبعا راح ترفع صورتك الان الشخصية اللي هنا الاساسية انا راح اختاره اليوتيوب حتى الان امورنا ماشي صح هذا الصورة اللي انا عايز انقل صورتي وملامح وجهي على صورة الشخصية الموجودة اللي ولدنا عن طريق موقع اعطيه سويب يا سلام لاحظ معي كيف تدلي اعطاني ملامح وجهي اعطاني ملامح وجهي يعني بنسبة سبعين لستين في المية وهذا الشي راح يطبق لك على جميع الصور يعني نفس الملامح هذه راح تكون موجودة على كل الصور اللي ترفعها وراح يقرأ نفس الملامح الموجودة بهذا الصورة نفس الطريقة يعني لو تنزلله مئتين صورة راح يعطيك زي الملامح هذه يعني هتكون عندك صورة موحدة لاحظ معي الفرق اعطاني صورتي الشخصية وملامح يغير ليها مباشرة طيب الان راح ارفع له انا منصة ثانية وليكن تيك توك او انستجرام واطلب من اسويب الان عندنا مشكلة تلاحظون عندي مشكلة الان حاليا بعد ما بدلت صورة الشخصية اللي هي على منصة انستجرام لاحظ معي مشكلة هنا انه عندي صورتي بدللي الصورة الاساسية لكن الصورة بالخلفية على الافتار ما بدلليها عشان نحل هذه المشكلة ببساطة في الان ميزة بهذا الموقع جديدة اللي هي اسمها تبديل الصور الاكثر من الشخصية في الصورة اروح على هذا الخيار راح يطلب منك تسجيل دخول غالبا راح تسجل دخولك بهذا الموقع انا الان استخدم بدون تسجيل دخول الان انا راح ارفع الصورة الاساسية اللي عايز ابدل فيها الشخصيات ارفع الصورة الاساسية مثل عندي تيك توك طيب الان هو راح يقرأ صورة الشخصيتين الموجودة في الافتار والموجودة خلف لاحظ معي قرأ الصورة الخلفية وتلاحظ حتى انه قرأها الان يطلب منك ترفع الصورة اللي عايز تستبدلها مكان هذا الشخص ومكان هذا الشخص يعني توحد الصورة اروح هرفع صورتي الاساسية اللي معتمد عليها انا هذا الصورة اعطي اوكي الان لاحظ معي انه يسبدلي الصورة مباشرة واعطيني زي الصورة اللي انا موجودة عندي قبل على اليوتيوب على انستجرام يعني زي الصور زي التفاصيل الشخصية هذا الشيء جميل بهذا موقع انه يفهم تفاصيل شخصيتك ويعطيك زي النتائج ويعطيك يعني افتار ورسم قريب لشخصيتك وهذا الشيء مميز لانه اصلا الرسم ما راح يكون شبه مية بالمية لكن يعطيك تصميم رائع جدا وللاشخاص المهتمين في الرسوم الثلاثية الابعاد هذا الشيء راح يساعدكم بشكل كبير بتصاميمكم على بلندر سانيمو فور دي فهذا الشيء راح يساعدكم بشكل كبير في تحديد الشخصيات راح ارفع له صورة التليجرام فيفضل تعطونه صورة مشابهة افضل يعني نفس الزاوية كل ما كانت الصورة قريبة للزاوية وفيها الملامح قريبة للزاوية يعطيك نتائج اكثر يا سلام جميل جدا لاحظ معي الشبه نسبة الشبه كبيرة جدا مميزة طيب نرفع له صورة ثانية اي صورة تختار في بالك تقدر تبدلها الان ابدأ بالتبديل يا سلام ابدأ ممتاز صورة ممتازة جدا انستجرام هذا الصورة انستجرام الجميلة يا سلام شوف الصورة الجميلة اعطاني نفس تراسيم صورتي الموجودة حاليا واجه لو تاخدوا على الفاتو شبه ياخد منك وقت طويل عشان تستبدل اصلا ثري دي بهذا الطريقة فالشيء راح يكون معقد جدا ويحتاج ادوات كثيرة ووقت طويل ومجهود ومو اي شخص يقدر يستبدل صورة شخصية افتار بهذا الطريقة ثلاثية الى بعد ويعطيك تراسيم واقعية كون وصلنا لنهاية حلقة هذا اليوم واوعبكم بحلقات ومعلومات نارية بكثير من المجالات كورسا تطبخ على نار هادية عشان ما يفوتك اي جديد منها اولا ادعم هذا الفيديو كرما وفضلا منك باللايك والشير عشان استمر بتقديم المزيد من المعلومات والشروحات والاسرار المفيدة وعشان يصر المحتوى الاكبر عدد منكم من الاشخاص اللي حابين يستفيدوا زيكم وعشان ما تفوتك الحلقات القادمة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس واذا منفعلوا شيك عليه من جديد وفعلوا عشان تصلك اشعارات الحلقات القادمة المميزة وختاما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفره واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 شكرا